ومعي في البلاتو فضيلة الشيخ شمس الدين الجزائري فضيلة الشيخ أهلا بك أهلا سيدي إذن كما تابعنا في هذا الموضوع الحمد لله وعي كبير لدى كل الجزائريين وكذلك عند جل شباب الجزائري ربما بالمخططات دنيئة ضد الجزائر الجزائر الحمد لله التي تنعم بنعمة هي من أفضل النعمة للإنسان نعمة الأمن ربما وكما قلتها قبل قليل المسلم كيسون فطن والجزائري الحمد لله كيسون فطن من كل هذه المخططات أنا أحب أن أذكر هؤلاء الشباب ليراهم استاجبوا لنداءات الفيسبوك يعني ناس مجهولة لا نعرفها أين هي ولا المواقع انتحا ولا داخل الوطن ولا خارج الوطن ندير نداء للشباب بحجة غلاء الأسعار بابك وجدك كان يقول وعاقدنا العزمة أن تحيا الجزائر عاهد ربي باش تحيا الجزائر ممنوعة تموت ممنوعة التحرق يعني نروح نحرقنا أغلى شيء عندي لهو الجزائر من أجل غلاء الأسعار وهذه غلاء الأسعار ما ينظرش من عجلها الشباب في الطرقات لما يروح يحرق رودا في الشارع وشي صار الغلاء الأسعار غلاء الأسعار تنقشها النقابات تنقشها الجمعيات تنقشها الأحزاب تنقشها الحكومة أين هذا النقابات؟ خليتوا النقاش للشارع الشاب في الشارع ما يعرش مسكين تخلي الفيسبوك قالوا له ما ركش رجل وما تحرقش رودا في الحرومة رايح يحرق رودا في الحرومة خلتش ما عندوش خدمة ولكن أنا نبه هؤلاء الشباب والله الذي لا إله إلاه غير الناس لا يطبعكم للتخريب هم أكبر المخربين لما يحبوش للجزائر الاستقرار ولا الهدوء هذه الأسعار هي قضايا اقتصادية قضايا علمية النقابات وينراهي باشوا احتناقش هما اللي لازم يخبطوا يدهم مع الحكومة يعني راني حاب موضوع غلاء الأسعار نخلوه للقنوات القانونية الرسمية العلماء في المساجد الأعمة في المنابر لازم يبانوا اليوم تدعيوا الشعب للتهدئة لأن الأمن والأمان أغلى من غلاء الأسعار الجزائر أغلى من غلاء الأسعار أنا علاج الكيلو عدس ولا كيلو بانان لي ولا يسوى 52 ألف نحن حرق الجزائر شوف اسمع جيدا جاءوا الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام اشتكاولوا غلاء الأسعار ما راحوا خربوا ما راحوا حرقوا الرد ما راحوا ورداروا في اثنان اشتكاولوا غلاء الأسعار واش قال لهم؟ اسمع يا شعب مسلم قال لهم أرخيصوها بالترك أرخيصوها بالترك راهي غالي البانان ما تشريهاش؟ أرخيصوها بالترك هذا هو المنهج الإسلامي في تخفيض الأسعار أما أني نخرج نخرب ببلادي وبعد الصحافة العالمية تجعل من الحبة قبة وبعد حابين يجيبونا ربيع جديد بعد ما اطفال ربيع في دول كثيرة من العالم حابين يعودوا يجيبوه للتزاير عن طريق الشباب الصغير يصدق الفيسبوك والله الذي لا إله إلا هو أنا اليوم انتح إلى الرجال والنساء ليراهم ملعوا الفيسبوك بالنداء إلى التهدئة والنداء إلى الأمن والنداء إلى وحدة الوطن ما كاشفنا وحد يفرح والشاب جزائر يدخل في فتنة ويروحي في مواجهة الأمة وفي ظنه مسكين كما قالوله كما رماوه على رأسه باللي زعم بهذا الطريقة سيتغير الوضع الاقتصادي والاجتماعي أنا أدعو النقابات بيش تدخل على الخط ما تخلوش المسألة هذه لعواطف الناس لمشاعر الشارع الناس لا تعرف كيف تجيب الحقوق انتحان نعم الحالة هي غالية رانا نقول ورانا نشتكو يا حكومة رانا مضرورين ولكن ما نحرقوش بلادنا على جل عندسو في هذه النقطة ربما فضلت الشيخة لا يجوز التعرض لممتلكات الغير وللغير نعم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخر خطبة دارها قال ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا ونا راك تعرفوني الله يشهد أنا ما منشش العصام الواسط ما راني مع الحكومة ولا راني مع الشعب ولكن راني ضد التخريب شدوا ولادكم ما تخلهم شي اللعبوا بالجزائر قادر الناس يطبعوهم واحد يجي ابنية زي ما يقول لك أنا نغلق الطريق ومبعد يلتفوا حول الجمهور ومبعد يولي ثورة شعبية ومبعد يجي نيطوا ونولوا في مشاكل كبيرة هذه المسألة على العلماء أن يتحدثوا وعلى النقابات أن تتكلم وعلى الأحزام أن تعش تتخبى أشي تجولينا في وقت انتخابات باش نتقبع عليكم ونهار الجزائر تكون تشعر تتخباوا وما تبانوش ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا لا يجوز لأي مسلم يروح الواحد تاجر يغلق له الحانوت يروحوا يحقروا هادوك صحاب الحوانة الضعفاء الفقراء المساكين لعايش هو ومرت ولاده من الحانوت انتعوا وأما البرونات الكبيرة ليري طحق في الجزائر ساكسين عليها ولا يعرفها أحد شكرا جزيلا لك فضيلة أدعو الناس إلى التهديئة أنا حاب نكمل بشرب يشهد علي أنا ندعيكم إلى الهدوء وإلى التهديئة ما تخلوا أي إنسان يخرب ما إيش وظيفة الأمن ما شيء وظيفة الشرطي وحده يروح يزقع للشباب أيما إنسان عنده كلمة في هذا البلد يروح يتدخل الوالدي لازم يزقعوا على أولادهم عسوهم وإنما يروحوا وإنما المواقع الفيسبوكية لهم يدخلوا تحية الجزائر وعاقدنا العزمة أن تحية الجزائر ولن تموتها إن شاء الله إن شاء الله ويجب أن نشكر الله على هذه النعمة الكبيرة الحمد لله سيتغلب صوت العقل نعم تنعم بها الجزائر وهي نعمة الأمن وندعو الله كما دعا سيدنا إبراهيم عليه السلام وربي يجعل هذا البلد آمنا شكرا جزيلا شكرا جزيلا